اختطاف أطفال لم يتجاوز سن الاثني عشر عاماً هكذا أصبحت صنعاء وهكذا بات وضع المدينة التي راجع عبر وسائل إعلام الحوثيين أنها مدينة الأمن والاستقرار انتهاكات وحشية تقاسها الطفولة واختطافات عديدة تتعرض لها النساء دون أي إجراءات ضبط للعصابات المنتشرة في الشوارع وهو ما يشير بحسب الأهالي إلى ارتباطها بالحوثيين في آخر الأحداث تظاهرت عشرات النساء في صنعاء للتنديد بتصعيد عمليات الاختطافات بحقهن فيما جابت التظاهرة عدداً من شوارع العاصمة ودعت إلى سرعة الكشف عن مصير الطفلة غدير العصري التي اختفت قبل أسبوع في ظل ظروف غامضة منظمات حقوقية اتهمت مؤخراً قيادات في صفوف الحوثي بالوقوف خلف إخفاء واختطاف عدد من النساء وتقييد حريتهم في سجود خاصة وتكليف البعض منهم بالقيام بمهام حربية لخدمة الحوثيين وفي ظل تنام ظاهرة الاختطاف تسود مخاوف كثيرة لدى المواطنين مما اضطر بعض الأسر إلى منع أطفالها من الذهاب للمدارس انفلات أمي تشهده العاصمة صنعاء وارتفاع لعدد حالات اختطاف الفتيات وقد تم تقييد أكثر من 12 حالة اختطاف للنساء دون الكشف عن مصيرهن وضع هو الأسوأ على الإطلاق تعيشه النساء في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في ظل تصرفات دخيلة على مجتمع يحترم المرأة ويعطيها مكانة خاصة